في خطوة تصعيدية تنذر وتداعية خطيرة أفادت تقارير أمريكية بأن واشنطن منحت أوكرانيا الضوء الأخضر لاستخدام صواريخ بعدة المدى من طراز التاكمز الأمريكية وستورم شادو البريطانية للضرب أهداف داخل العمق الروسي هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع استعانة موسكو بألاف الجنود الكوريين الشماليين الذين تشير التقديرات إلى أن عددهم تجاوز 12 ألف مقاتل لدعم جهودها في استعادة المناطق التي خسرتها لصالح القوات الأوكرانية القرار الأمريكي الذي يأتي قبل أسابيع من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب أثار ردود أفعال غاضبة من الكريملين الذي اعتبره بمثابة صب الزيت على النار محدراً من أن التصعيد المستمر قد يقود إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة فيما أشار سياسيون روس إلى أن الغرب يتجه نحو مستوى خطير من التصعيد قد يهدد بتدمير الدولة الأوكرانية بالكامل من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إنها نجحت في إسقاط 59 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعة الماضية بينها طائرتان كانت متجهتين نحو العاصمة موسكو في الوقت نفسه كشفت تقييم استخباراتي أن كوريا الشمالية زودت الجيش الروسي بصواريخ بعيدة المدى وأنظمة مدفعية بعضها نقل إلى منطقة كورسك الحدودية الروسية وفق صحيفة فينانشال تاهمز وعلى الصعيد السياسي أثارت هذه التطورات جدلا في واشنطن حيث انتقد ريتشارد كرينيل مستشار السياسة الخارجية المقرب من ترامب قرار الرئيس جو بايدن السماح باستخدام هذه الصواريخ وأصفنا الخطوة بأنها تصعيد غير مسبوق في اللحظات الأخيرة من ولايته فيما تشير التقديرات إلى أن الرئيس المقبل قد يضغط نحو حلول دبلوماسية تجبر أوكرانيا على تقديم تنازلات لروسيا أو يقلل من حجم المساعدات العسكرية والمالية المقدمة لكييف هذه التطورات تدخل الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة جديدة من التصعيد حيث تتحول الجبهات العسكرية إلى ساحات للتصفية الحسابات الدولية في مشهد يهدد الأمن والاستقرار العالميين اشتركوا في القناة